تزامنا مع موضوع اقتحام البرلمان تنشر صور على وسائل التواصل الاجتماعي لنور المالك وهو يحمل سلاحه وحوله عدد من رجال المرافقة هل هناك رسائل معينة باعتقادك من هذه الصور وكذلك صورة أخرى انتشرت تظهر المالك وهو في مضافته كما يقول البعض وهو كذلك يحمل سلاحه بمعنى آخر أنا جاهز في أي وقت كان كيف سيرد اليوم التيار الصدري على تلك الرسائل إن كانت بالفعل موجه إليهم المزاج الشعبي العراقي بصورة عامة معجب بالأفلام الهندية الأفلام الهندية لها الشعبية عند العراقيين من زمان والآن يعني الطبقة السياسية دائما تخرج لنا بأفلام هندية هذه الأمور يعني يحمل السلاح وحوله من المسلحين لو تراجع أغلب السياسيين في أوقات الأزمات نفس اللقطة ونفس المشهد يتكرر يعني ليس أول واحد من قام بهذا الأمر هو المالكي كثير من السياسيين يحب أن يمشي وحوله المسلحين وأحيانا هو يحمل السلاح رغم أنا متأكد هو ما يعرف يستخدم هذا السلاح لكن هذه الأجواء وهذه المشاهد لها وقع وتأثير عند عوام الناس والمسطاء يعني وهم يرون هذا الزعيم السياسي المغوار وهو يحمل السلاح دفاعا عن نفسه أو حزبه أو جماعته هذه مسألة معروفة لكن الواقع غير هذا عند انطلاق الرصاصة الأولى سنرى ما سيحصل يعني إذن الرسالة من الموضوع موجهة للعراقيين لشريحة المدنيين أكثر ما تكون موجهة لمقتد الصدر يخاطب الجماهير يخاطب نوعية خاصة من الناس الناس المسطاء والعوام تستهويهم هذه اللقطات لذلك يحاول إخراجها بل ونشرها أنه انظروا أنا ما عندي أي مانع سأحمل السلاح وأقاتل وأيضا لخصومة أنه أنا جاهز السلاح بجانبي أنا الآن أحمل السلاح رسائل متبادلة بين كل الأطراب نعم طيب ما الخيارات اليوم أمام الإطار التنسيقي باعتقادكم سيد الشمري بعد موضوع اقتحام الفرلمان والرسائل التي وجهها مقتد الصدر يعني هل اليوم الإطار التنسيقي أمامه خيارات معينة مثلا سحب محمد السوداني من ترشيح لرئاسة الوزراء الإبقاء أو استبداله بحيدر العبادي أو يعني تأجيل هذا الاستحقاق لفترات مقبلة ما السيناريوهات اليوم مطروحة أمام الإطار التنسيقي وكذلك أمام استحقاق هذا الاستحقاق بالذات استحقاق الانتخابات موضوع ترشيح الشيخص لرئاسة الوزراء مثل محمد الشيع السوداني على اعتبار أنه الرجل ينحدر من مدينة العمارة في جنوب العراق وهو رجل قد انسحب من حزب الدعوة منذ سنوات خرج من حزب الدعوة وباعتباره يعني ليس لديه خصومة مع الآخرين رغم أنه أنا أرى أنه كشخصية محمد الشيع السوداني شخصية سطحية وضحلة يعني لا تمتلك المؤهلات الكبيرة لتبوء مركز رئيس الوزراء في العراق والبلد يعني يغرق في بحر من المشاكل لن يحل مشكلة محمد الشيع السوداني لكن احنا أمام صراع صدري مالكي ما الذي يحصل الآن الصدر سيرع فيته على كل شخصية رشح المالك ويعني منذ أول يوم قال لن نسمح أن يتقدم المالكي إذا هذا المنصب والمالكي وصلت للرسالة فلم يرشح ثم بعد ذلك حاولوا يخلون أحد الأشخاص من قادة الإطار ثم بعد ذلك انسحبت جميع فالإطار التنسيقي لجأ إلى موضوع أنه سنأتي بشخص من الصف الثاني من القيادة نعم شكرا موسيقى موسيقى شكرا